مشاهدين لا يزال الغموض يحيط بظروف وطريقة مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في ظل تضارب الروايات الصادرة من إيران ومن خارجها فبعد يومين على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران عادت وكالة فارس الإيرانية الرسمية لتكرر الرواية الإيرانية السابقة والتي تقول إن غرفة هنية كانت في الطابق الرابع من دار الضيافة بمنطقة الزعفة رنية وتعرضت لقذيفة ما أدى لتحطم أجزاء من السقف والنوافذ وإصابة أحد حراسه ويدار دار الضيافة ويحميها الحرس الثوري وهو جزء من مجمع كبير يعرف باسم نيشاتة في حي راق في شمال طهران الرواية الإيرانية جهاده جاءت ردا على ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن سبعة مسؤولين بأن عبوة ناسفة تم تهريبها سرا إلى دار الضيافة في طهران حيث كان يقيم فيها هنية وزرعت قبل شهرين في غرفة نومه ليتم تفجيرها عن بعد بمجرد التأكد من وجوده داخل غرفته في دار الضيافة ليقتل هنية ومعه مرافق شخصي وبين هاتين الروايتين تحدثت رواية عن أن الاغتيال تم برصد إشارة من هاتفه الشخصي عبر برنامج تجسس زرعته إسرائيل على هاتف هنية من خلال رسالة واتصب وقد مكن برنامج التجسس هذا من تحديد الموقع الدقيق للمنزل الذي يتواجد فيه زعيم حماس وشنه هجوما صاروخيا عليه عبر طائرة بدون طيار مات هنية وسيدفن اليوم ويبدو أن حقيقة مقتله ستدفن معه